C 15 خد بالك الموضوع بدأ يعقد فانت لازم ايه تتعب معايا شوية وتبدأ تفهم معايا شوية Enter a decimal number دخل رقم عشري لو انا ما بعرفش ارانجليزي بس فاهم برمجة هبص على الخمسة وبص على 1-1 هفهم ان ده البايناري بتاعده بس لو انا عارف انجليزي هعرف Enter a decimal number يعني دخل رقم عشري اللي هو الارقام بتاعنا العاديين less than 16 اقل من 16 يبقى اخري 15 طيب والرقم اللي دخلوا المرادي 5 وبعدين مكتوب هنا binary equivalent يعني البيناري المقابل ل5 فاحنا كتبنا هنا 1-01 طيب الكود هنا المفروض ان هو بيقول لك ازاي حول من 5 ل1-01 بس الكود حيبقى صعب ان انا اشرحه وانا معنجيش ورقة او قلم اكتب لك عليها فتعال نستخدم جوجل ترونسليت وقول لك ازاي احنا بنحول في الكود ده من decimal لبيناري هافترض مثلا عندي رقم 5 انا عايز رقم 5 ده يوصل لحد واحد فحقسمه على 2 بس حقسمه بحاجة اسمها integer division يعني حقسمه على 2 من غير الكسور من غير الكسور يعني 5 على 2 مفروض ب2 ونص انا حقتي ب2 بس وبعدين 2 على 2 بيطلع واحد واول ما اوصل لواحد خلاص كده طيب الخمسة والتنين والواحد مع بعض دول كام ديجيت دول 3 يبقى الناتج لازم يطلع 3 ديجيت اللي هم ده او 5 لما أسمتها على 2 طلع 2 سمتها على 2 طلع واحد التلاتة مع بعض خمسة واتنين والواحد دول 3 حاجات يبقى الناتج اللي لازم يطلع 3 أرقاب 1 0 1 هم 3 حاجات طب امت بقى اختار واحد والزير والواحد الاولاني ده هل الخمسة بتقبل اسم على اثنين لا يبقى يبقى احط واحد هل الاثنين بتقبل اسم على اثنين لا يبقى احط زيرو بس اخد بالك أناس كنت أكتب من الشمال من يمين للشمال يعني الواحد وهو وهوف الأسبوع الناحياتي من يمين للشمال هل الواحد يقبل إسم على الاثنين لا ماذا ينضخ هنا الواحد يبقى الم권 يقبل إسم على الاثنين ه 향ل ما ليقبل staan هضل الواحد هطلع يقيم ب quelو combindianabies هل تعال بنشر الغابية تعال بنشر الت Ihre data 7 على الاثنين بكيف af بتلاتة'. هي ثلاثة ونص. بس انا هعمل تلاتة بس عشان ده integer division. طيب التلاتة على اللي اتنين بكم؟ بواحد. هي واحد ونص. بس انا هعمل برضو واحد بس عشان ده integer division. طب دول كم حاجة؟ دول تلاتة digit. طيب تعالا اكتب هنا. ده ما بقبلش الاسمة. السبعة ما بتقبلش الاسمة. يبقى هنا واحد. والتلاتة مش بتقبل الاسمة. يبقى ده واحد. والواحد مش بيقبل الاسمة. يبقى في الباينري التلات وحيد دول يعني سبعة تعالها هاترقم تاني هاترقم مثلا رقم عشرة عشرة على اثنين بكم؟ بخمسة خمسة على اثنين بكم؟ باتنين اثنين على اثنين بكم؟ بواحد دول كم ديجيت؟ اربعة يبقى الناتج اللي لازم يطلع اربع حاجات طيب العشرة دي بتقبل اسمه على اثنين؟ ايوه يبقى اول حاجة zero بعدين الخمسة دي بتقبل اسمه على اثنين؟ لا يبقى واحد الاثنين بتقبل اسمه على اثنين؟ ايوه يبقى zero الواحد بتقبل اسمه على اثنين؟ لا يبقى واحد يبقى الرقم ده هو عشرة بالباينري طيب تعالا نحط حاجة تانية تعالا نتجرب مثلا مثلا رقم 11 11 على اثنين بكم؟ بخمسة ونص بس انا برضو حكت بخمسة بس وبعدين الخمسة احنا عارفين بقى بعد كده اثنين وبعدين واحد طيب دولار باعة ديجيت الاولاني ده مش بيقبل اسمه على اثنين اللي هو الحداشر فحكتب واحد الخمسة مش بتقبل برضو فحكتب واحد اللي اثنين مش بتقبل خد بالك انا بكتب من اليمين للشمال فحكتب zero الخمسة مش بتقبل حطت واحد اللي اثنين بتقبل حطت زيرو فاضل الواحد مش بيقبل احط واحد يبقى الرقم ده هو رقم 11 بالبينال مفروض كده تكون مفهومة الكود بيعمل نفس الحاجة دي بالظبط بس بيعمل كل خطوة مع بعض يعني ايه بيعمل كل خطوة مع بعض انا لما عملت خمسة وبعدين اسمتها على اثنين هو بقى مرحش يقسمها على الواحد اول ما عملت الخمسة على الاثنين نزل تحت كده وكتب الواحد اسمها على اثنين وفي نفس الوقت طلع بقية الاسمة قالك دي مش بتقبل اسمها على الاثنين فحط واحد وبعدين الاثنين دي اسمها على اثنين فاطلع واحد وفي نفس الوقت بعد ما اسمها على الاثنين طلع جرب هي بتقبل اسمها ولا لا لها بتقبل فحط زيرو وبعدين نجي على الواحد رح اسمها تاني على الاثنين فاطلع زيرو وبعدين بعد ما اسمها عملت شكت هل هي بتقبل اسمها ولا لا فحط واحد فهو كان بيعمل الحاجة اللي احنا عملناها على مرتين هو عملها على مرة واحدة يبقى في نفس المرة كان بيقسم على اتنين وبيجرب بيعمل تشيك هي بتقبل الاسم على اتنين ولا تعال نرجع للكود انا بحاول اشرحولك انا عارف انه ممكن يكون صعب الشرح بتاعي فانت لازم تجرب بنفسك تعمل تريس على ورق لازم تجرب بنفسك الموضوع بدأ يدخل في الجد بدأ يدخل في حاجة اصعب فلو لقيت نفسك ان في حاجة انت مش فهمها قوي لازم ترجع تعيد على القديم وترجع تمسك الجديد وواحدة واحدة تكتب بيدك على ورق عشان الموضوع بعد كده هيبقى صعب قوي ان انا اشرحولك او اي حد يشرحولك وكله مبني على بعض فمعنى ان في حاجة انت مش فهمها كويس يبقى اللي وراها انت مش فهمه كويس او اللي قبليها انت مش فهمه كويس طيب هنا عمل ايه عمل انتجر اول حاجة كتب كلمة decimal وبعدين كتب كلمة binary وبعدين قال ال i equal zero خد بالك ال binary هو عمله array وعمله اربع خنات بس طب ليه اربعات هو هنا قالك list dance 16 list dance 16 يبقى 15 طب تعالوا نشوف كده لو انا عندي هنا 15 15 15 على الاثنين بكم 15 على الاثنين بسبعة ونص بس انا هعمل سبعة بس عشان ما فيش نص وبعدين السبعة على الاثنين بتلاتة وتلاتة على الاثنين بواحد دول كم حاجة دول اربعة يبقى انا ماكسمم ماكسمم اللوب اللوب بتاعنا هنا عامله while طيب انا مش عارف ال i كم محتاجة عشان اه عشان ال i محتاجة عشان ال index بتاع ال binary طيب printf قوله دخل الرقم وبعدين دخل الرقم اللي هو 5 وبعدين عمل while ان 5 اكبر من 0 فاكرين انا لكينة لما عملت 5 اسمتها مرة على 2 فبقت 2 اسمتها مرة على 1 فبقت 1 في البروجرام ده هو بيقسمها كمان مرة لحد ما توصل ل zero وهنا بيقف يبقى هو بيقعد يقسم لحد ما يوصل ل zero فحيقول لي while ان ال decimal الرقم الخامسة اللي دخل ده اكبر من zero طول ما هو اكبر من zero اشتغل اول ما يوصل ل zero حتوقف طب هيعمليه كل مرة كل مرة هياخد الرقم ويعمله تشيك هل يقبل الاسم على الاثنين ولا لا يبقى الرقم موديلو اثنين ده اللي بيتشيك هو بيقبل اسم على الاثنين ولا لا فحيتشيك هل الخامسة تقبل اسم على الاثنين ولا لا هو لسه معد اسم على الخامسة زي ما هو فبيتشيك هل هي تقبل اسم على الاثنين ولا لا ما تقبلش الاسم على الاثنين يبقى هيحط واحد في البينر طيب خد بالك ان ال i ال i ب zero يبقى الواحد اللي تحط في ال array تحط في اول مكان طيب ليه بقولك كده عشان احنا بنكتب البايناري بالعكس يعني انا بكتب واحد وبعدين زيرو مش بحطه هنا انا الزيرو بحطه هنا انا بكتب بالعكس فلما اجي اطبع البايناري طالما ده تحط في مكان زيرو يبقى انا لما اجي اطبعه لازم اطبعه بالعكس هو هيسجله كده واحد زيرو واحد هيكتب كده يبقى لما اجي اطبع لازم اطبع بالعكس اتمنى تكون مفهومة نحن نقوم بعمل 5 1 0 1 تخيل معي ان هي مش 1 0 1 تخيل مجرد تخيل ان هي 1 0 وبعدين مثلا 2 مفيش حاجة اسمها كده يعني بس تخيل معي ان هي 1 2 3 شايف هي 1 2 3 1 2 3 بالبيناري انا بكتب بالعكس مش بكتب بال 1 2 3 بتوعنا اللي هما كده فلو انا سجلتهم في القرية كده 1 2 3 بالشكل بتاعنا العادي ده الطبيعي يبقى لازم لما اطبع اقوم طابع الثلاثة الاول وبعدين الاثنين وبعدين الواحد فيتطبع بنفس الشكل ده طبعا البيناري اللي لا فيه اتنين ولا فيه واحد ولا فيه الكلام ده انا بس بحاول اقرب لك المعلوم بحاول اقربه اتمنى تكون وصلت يبقى تاني البيناري بيكتب بالعكس فلو انا سجلتهم بالترتيب لازم اطبعهم بالعكس لو انا سجلتهم بالعكس هطبعهم بالترتيب الخامسة عملت شك هل هي هل هي بتقبل اسمه على اتنين ولا لا فطلع لا فحط واحد وبعدين عمل اسمه على اتنين اسمها على اتنين بس ده انتجر ليه الانتجر واللي اتنين انتجر فالناتج هيطلع انتجر فحيطلع رقم اتنين ويعمل اي بلاس بلاس ويلف هل الاتنين اكبر من زيرو ايوه هل الاتنين تقبل الاسمه على اتنين اه تقبل الاسمه على الاتنين فحط رقم زيرو بس حطه الناحية وبعدين اسم اتنين على اتنين فطلع واحد وعمل اي بلاس بلاس ولف كمان لفه هل الواحد اكبر من الزيرو ايوه وبعدين عملت شك هل الواحد بيقبل اسمه على اتنين لا فحط واحد وبعدين واحد على اتنين بكام بزيرو وعمل اي بلاس بلاس الاي المرة دي كان بقى ركز كده معايا اول مرة الاي كانت بصفل الخمسة بقت اتنين والاي زادت بواحد هل نكتبها هنا احسن الخمسة بقت اتنين الاي بقت باتنين سوري الاي اصلا بزيرو الاي اصلا بزيرو الاي اصلا بزيرو فالخمسة لما بقت اتنين في نفس العملية خلى الاي بواحد وبعدين الاثنين اسمها على اتنين وخلى الاي باثنين وبعدين راح عند الواحد اسمها على اتنين بقت بزيرو وخلى الاي بثلاثة وهنا زيرو بحاول اشرحها انا اعرف انها ادى شوية انا كمان ما اعرفتش اشرحها كويس بس حاولها تاني اول ما دخلت الاي بزيرو والديسمل بخمسة خلى الخمسة دي بقت اتنين والاي عملت بلاس بلاس إيبقى الاي دلوقت بواحد وال الخمسة ب extra بعين لفة تاني الثانين بقت ب واحد والاي بلاس بلاس يبقى الاي بتنين بعين لفة تانى الواحد بقت صفر والاي زادت واحد فالاي بقت بتلاتة لما لفة تانى عشان الدسمدل بصفر فمش هيكمل اللوب بس الاي بكام الآي بتلاتة بس الآي لما كانت بتلاتة هو آخر رقم سجله ما سجلهش في تلاتة سجله في اتنين أنا آسف جدا أنا عارف أنها صعبة وأنا مش كاتب يعني حاولت أتخيل معها حاولها تاني بس يعني إن شاء الله تبقى آخر مرة دلوقتي الدسمال الرقم ده بخمسة الرقم ده دلوقتي بخمسة وهو داخل الآي بصفر فنخزنت في رقم صفر والآي بقت بواحد بس أنا خزنت في صفر ما خزنتش في الواحد اللفة التانية الخمسة بقت باتنين وخزنت الناتج في الآي بواحد وبعدين عملت الآي بلاس بلاس فالآي بقت باتنين الآي بقت باتنين لكن أنا مخزن في رقم واحد وطبعا رقم صفر من قبل اللفة اللي بعديها الدسمال بواحد فأنا خزنته في البايناري أوف اتنين عشان الآي باتنين وبعدين بقت بصفر وعملت الآي بلاس بلاس الآي بقت بثلاتة بس آخر حاجة أنا مخزنها كانت في اتنين يبقى الآي دلوقتي في تلاتة وأنا مخزن واحد زيرو واحد في زيرو واحد اتنين رقم تلاتة ده أنا مش محتاجه مش مخزن فيه حاجة عشان القرية بيبدأ من صفر أول رقم وبعدين واحد تاني رقم واثنين تلاتة رقم يبقى الآي فيه تلاتة وأنا مخزن آخر واحد في رقم اتنين فلما بعمل بقى الفرلوب اللي بطبع بيها واحد واحد من البايناري بقول إيه؟ بقول انتجر J equal I minus 1 عشان ال-I بثلاتة وأنا آخر رقم مخزنه في رقم اتنين في I minus 1 عشان يطبع أول حاجة وكل مرة حينقص من الجي واحد عشان يطبع الرقم اللي بعديه واخد بالك أن الجي هتفضل شغالة لحد طول ما هي أكبر من أو تساوي صفر عشان أنا مخزن في القيمة صفر أنا في المكان رقم صفر في القرية أنا مخزن حاجة مخزن رقم واحد فأنا محتاج أن أنا أوصل لحد الصفر عشان كده هعمل أكبر من أو يساوي صفر أتمنى أن نهاية تكون مفهومة لو هي مش مفهومة امسك وراء وقلم واعمل trace كده واكتب I بكام والJ بكام والبايناري بكام يعني اكتب كل حاجة بكام عشان وإنت بتتريس هتبدأ تفهم وإيه اللي حصل بالظبط وأنا آسف أن أنا مش هقدر أشرح بتفاصيل أكتر من كده عشان الإمكانيات محدودة أنا بشرح عن بشرح على الشاشة لكن أنت لوحدك المفروض في المرحلة دي تقدر تفهم إيه اللي بيحصل لو أنت مش فاهم إيه اللي بيحصل ده معناه أن في حاجة قبل كده أنت مش مذكرها كويس ولنفترض مثلا الفورلوب أنت مش مذكره كويس أو الري أنت مش مذكره كويس عشان كده أنت مش عارفت trace فترجع تراجع على الحاجات اللي أنت مش مذكرها كويس وتيجي هنا هتلاقي نفسك إن شاء الله فاهم